معنا في فيديو جديد معكم أحمد أسامة من أتاديمية التاسي وهنقش مع بعض التحرقات بالنسبة للمؤشر العام للسعودي طبعا حتى الآن الأسواق لم تساعد عمليات التيسير النقدي المنتظرة حول العالم خلال الفترات القادمة واللي هتكون إيجابية بالنسبة للأسواق بشكل عام والمؤشر حتى الآن زي ما حضركم شايفين ابتلت يتداول فيه قناة سعرية صاعدة كان من المهم جدا عدم كسر مستوات 11770 لأن لو كان تم كسرها كان معناه امتصاص للموجة الصعدة الأخيرة اللي كانت عندنا دي بشكل كامل ووقتها يكون عندنا استمرار لعملات الهبوط حتى مستوات 11438 وربما أكثر من ذلك لكن في الوقت الحالي احنا شفنا ارتداد من مستوات الطلب الفرعية الممتدة بين مستوات 11780 حتى مستوات 11940 شفنا برايس أكشن انعكاسي بيحدث شفنا المؤشر العام خلال الفترة الأخيرة بيكون قمم أعلى من بعض بشكل مستمر وفي نفس الوقت بيكون قعان أعلى من بعض وبالتالي ده دي تعتبر إشارة إيجابية بشكل كبير لمواصلة التحرقات الصعدة خلال الفترة الجاية أعتقد مستهدافتنا هتمتد حتى الـ 12340 ثم الحد العروي للقناة السعرية الصعدة اللي هيكون بالقرب من مستوات الـ 12600 محتاجين ان احنا نشوف مع بداية تداولات الأسبوع إغلاق إيجابي أعلى مستوات الـ 12000 عشان يأكد لنا عمليات أو السيناريو تصاعد بشكل قوى وقتها هنبتجي نحلل مع بعض الأسهم بشكل كامل ونقول أهم الفرص اللي هتكون موجودة معنا وطبعا لو حد عنده أي استفسار يقدر يسيبه في الكومنتات كان معكم أحمد أسامة من أكاديمي التاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا